ستون مسافرا وصلوا إلى مطار شارديغول بامتعاتهم وجاهزون للسفر إلى تل أبيب على متن شركة مالب المجرية للطيران ولكن موظفي الشركة في المطار أخبروهم أنهم لن يستطيعوا الصفر دون تقديم الأسباب عندما وصلنا إلى الاستقبال أخبرونا أننا لن نسافر دون تقديم تفسير رغم أن الشركة أكدت لنا الحجز وموعيد الطيران في رسائل إلكترونية نحن ستون شخصا أليس هذا غريبا أن يقولوا لنا لا يمكنكم السفر؟ نعرف من وراء كل هذا ولماذا فعلوا ذلك؟ الحقيقة المرة هي أن شركة الطيران تعرضت لضغوط من الحكومات هذا عمل غير مقهول ستون مسافرا ضمن مجموعة تضم أكثر من ستمائة متضامن دولي منهم ثلاثمائة وخمسين فرنسيا خططوا للسفر إلى الضفة الغربية تضامنا مع الشعب الفلسطيني الأمر الذي لم يرق لإسرائيل التي استعدت في مطار تل أبيب بإجراءات أمنية خاصة وأعلنت هؤلاء المتضامنين غير مرغوب فيهم ولن يسمح لهم بالدخول المئات من رجال الأمن أشركوا في هذه العملية لضمان عدم قيام النشطاء بالتشويش على سير الإجراءات في المطار أو القيام بأعمال استفزازية نعلم أن هناك 700 ناشط حجزوا للسفر إلى هنا في اليومين القادمين من جانبنا اتخذنا الإجراءات الأمنية بما فيها إشراك عناصر أمن متخفين بالزي المدني الصحف الإسرائيلية نشرت أن السلطات الإسرائيلية سلمت شركات الطيران قوائم بأسماء 300 ناشط قالت إنهم على القائمة السوداء وأوردت الصحف أن عدة متضامنين قد منعوا من الصفر من بلادهم تشهد المطارات الإسرائيلية يوميا إبعاد متضامنين دوليين أو حتى مسافرين يحملون أسماء عربية إسرائيل تقوم بهذه الإجراءات باستمرار وتبعد أعدادا تفوق هذه المجموعة هذا يكشف عن عمليات الإبعاد غير القانوني وغير الأخلاقي الذي يقومون به في السنوات العشر الأخيرة كانت المجموعة قد خططت لزيارة مدينة بيت لحم في المناطق الفلسطينية لمدة أسبوع والاطلاع على الأوضاع هناك ولكن هذه الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل سلطت الأضواء على ممارسات غير معلنة وفي جانب آخر تقوم السلطات اليونانية بمنع أسطول الحرية الثاني من التوجه إلى قطاع غزة كما تعترض السفن اليونانية طريقة السفن التي تحاول الإبحار إلى غزة وتعيدها إلى موانئ اليونان وذلك بعد أن تقدمت إسرائيل بطلب بذلك حيا نعقوب بي بي سي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر